بشكل خاص والعرب بصفة عامة متابعين بقالهم فترة طويلة كل حاجة ليه علاقة باسم فريق ليفرفول حباً في محمد صلاح والحقيقة اللي حاصل في الفترة الأخيرة لمحمد صلاح وليفرفول لا يصر لا عدو ولا حبيب يعني من ضمن الأحداث المؤسفة اللي حصلت مؤخراً وعايزين نتابع مع حضراتكم أصدقها خروج ليفرفول يعني مباراة كانتش متوقعة الحقيقة يعني خروج مبكر إن بارح تصدر فريق ليفرفول أغلفت الصحف الإنجليزية الصادرة بعد الهزيمة الثقيلة هي مش بكمل أهداف ولكن توقيتها وظروفها وملابساتها خلتنا نسميها هزيمة ثقيلة أمام برايتن بنتيجة 2-1 وبالتالي الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وودع تاني المسابقات لهذا الموسم طبعاً بعد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية تعالوا نستعرض كده بشيء من الإجاز يعني إيه اللي تقال فيه الصحافة الإنجليزية كتبت صحيفة The Sun البريطانية يعني قائلة فيه عنوان مختصر هذا فشل وأضافت أندي روبرتسون يعتذر لجماهير ليفرفول طيب صحيفة Daily Telegraph الإنجليزية كتبت وقالت اهتزاز كلاب برايتن يزيد من بؤس ليفرفول صحيفة Daily Mail الإنجليزية كتبت في عنوانها من سيء إلى أسوأ روبرتسون يستشيط مع ضرب موسم ليفرفول يتراجع جديد فيما نشرت صحيفة Metro الإنجليزية تحت عنوان نحن نزداد سوءاً روبرتسون يأسف على الانهيار مع ضرب برايتن للريدز مرة أخرى وأخيراً صحيفة Daily Express الإنجليزية كتبتها كمان وقالت نحن في حالة بائسة روبي يعتذر مع زيادة سوء الريدز طبعاً اللي بيحصل ده كله مفاجئ من ناحية وطبيعي من ناحية تانية مفاجئ للناس اللي كانت فهمة إن ليفرفول حيفضل على نفس التراك اللي هو كان ماشي فيه بنفس الحجم الانتصارات اللي كان بيحقق وبالتالي وبالتبعية وبالضرورة سيظهر لمحمد صلاح متقلقاً لكن اللي حاصل من أول أو من بداية هذا الموسم الحقيقة شيء مؤسف جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر